قبل كم شهر كده الحقيقة في مطلع السنة دي 2022 صحيفة أسبانية اسمها بوبليكو اتكلمت عن الحكومة المصرية اختارت وزير الخارجية سامح شكري عشان يقود مفاوضات المناخ اللي هتجمع أكتر من 200 دولة في نهاية 2022 لكن حياة الصحيفة الأسبانية راحت لأبعد من كده وقالت تطرقت إلى شهادات عن الطبيعة الشخصية لوزير الخارجية المصري سامح شكري وفقا لتصريحات مسؤولين قدبلو مسيين قالوا أن سامح شكري لا يملك صفات الشخص المتعاطف والحازم بل هو في واقع الأمر راجل حد الطبع جدا عصبي جدا يصعب التواصل معه أو التفاهم معه الصحيفة نقلت أن وارن تشينور وهو سفير الولايات المتحدة في جينيف عام 2008 قال على سامح شكري بأنه عدواني وفض وغير مهذب ينهار أبيض قال عليه أنه قال لي الأدب والله قال كده بيانت أنه في محادثات صربها موقع ويكليكس أن تشينور وصف السفير المصري أنا ذاك في جينيف سامح شكري بأنه عدواني مع دبلوماسية متعددة الأطراف قال في التسريب كمان أن سلوكه الشخصي فض للغاية وكان في لحظات من القسوة وطريقة مهينة بيتعامل بها سامح شكري مع السواء بتاعه طب يا عم أنت جايب لنا القصة دي دي سامح شكري ما له سامح شكري الوزير الأماص إيه يا عم الكلام ده والله زي ما بقول لك كده سامح شكري الوزير الأماص حصلت حاجة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية هتترقص الدورة الجديدة فالراجل ماستحملش الحقيقة وقال أنا خارج أنا مش لعب معاكو أنت وحشين تعالوا تشوف كده الوزير الأماص حكايته ايه سامح شكري الوزير القماص اللي بيتقمز يعني آخر وقع مع نجلاء منقوش الوزيرة الليبية لأنه مصر عندها موقف غاضب من ايه من حكومة البيبة مصر بتدعم فتح باشاغة وده موضوع المناظرة اللي عندنا كمان شوية فشكري سابل أعدى وخرج قال لهم مش لعب معاكو موقف آخر كان مع مايكروفون قناة الجزيرة أيام حصار قطر وسامح شكري أعد في أعدى لقى مايك الجزيرة فشاله وحطه تحت الترابيزة وقال والله ما أنا أعد طالما المايك ده موجود وكان بيطارد مايك الجزيرة أو مايكروفون الجزيرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة التعاون الإسلامي انسحب سامح شكري وهرب وفر مذعورا ليه عشان ما يلتقيش مع أردوغان في الممر في وقت أزمة كبيرة كانت موجودة ما بين مصر وتركيا قبل المصلحة وغضب سامح شكري وترك الجلسة بسرعة عشان ما يتقبلش مع رجب طيب أردوغان واشنطن بوست اتهمها سامح شكري غاضبا بأنها صحيفة تدعم الإرهاب ولها بعض الأهداف المؤامراتية ضد مصر لكن أكبر فضيحة للوزير الأماص كانت إندوفتيكست إندوفتيكست كان الرجل واقف مع وزيرة الخارجية المكسيكية تعليقا على حالثة مقتل بعض السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية المصرية واقف بيقرى البيان وبعضين في الآخر إرى آخر كلمة كانت بنهاله إندوفتيكست فبقى سامح شكري لوزير الأماص وإندوفتيكست هل هذا الرجل هو فخر الدبلوماسية المصرية؟ ليه مصر بتعمل الكلام ده؟ ليه مصر بتتعامل مع نجلاء منقوش بهذه الطريقة؟ ليه مصر واخد موقف من الحكومة الليبية الموجودة برئاسة الدبيبا؟